ام عشور اهلاوي بنسبة تسعة وتسعين وتسعة من عشرة في المية امتى الكلام خلال ايام او خلال ساعات موضوع تقريبا شبهة حسم نهائيا بيتم وضع الرطوش الاخيرة لانضمام صفقة انضمام عشور الى النادي الاهلي التالت بوبو الاهلي يبدو انه اخذ خطوة الى الخطوة شاهد تصريحات سيد عبد الحفيظ بعد مباراة الاهلي والالتحدي السكندري شاهد تصريحات محمد عبد المنعم بعد الرحيل الى التحدي جدة بعد مباراة الالتحدي السكندري السلام عليكم لطفا قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب على ميد جول 14 برو ماكس وساحب على ميد الف جنيه مصري كل الشروط تتفرق على 30 فيديو 70 على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة شاهد تصريحات سيد عبد الحفيظ بعد مباراة الاهلي والالتحدي السكندري هاجم الإعلامي سيف زاهر باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بسبب اعتدائه على محمد هاني ظاهروا أيمن النادي الأهلي خلال مباراة الفريقين في بطولة الدور الممتاز وقال سيف زاهر في تصريحات تلفزيونية عبر فضية باهر المحمدي لعب كبير وهناك حالة عصبية كبيرة لدى لعبي الإسماعيلي خلال مباراة الأهلي وأضافة باهر المحمدي رد على جمهر الأهلي الإسماعيلي مش هينزل الملعب ما بيحتاجش العصبية دي الملعب في توقيت دا محتاج الهدوء ودى المفروض اللي بعملوا باهر والآن عزيزي المشاهدين أعتقدوا أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات ما هو سبب ظلم الناد الإسماعيلي؟ لا تنسوا أن تشاركون بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايكا لا حيث يعني بذلك أن الدرويش لن يهبط إلى دور القسم الثاني في الموسم المقبل بعد فقدانه العديد من النقاط واحتلاله المراكز الأدنى في الترتيب لتنشب مشادة قوية بين المحمدي ومحمد هاني ظهر أيمن الناد الأهلي وذلك بعد نصيحة من جانب الأخير لمدافع الدرويش بعد الرد على الجماهير أدت لتطاول بالأيدي بين الثنائي أول تعليق من محمد هاني بعد خناقتي مع باهر المحمد كشفت تقارير صحفية اليوم السبت عن رغبة من أحد الأنديا الإنجليزية لضم أحد نجوم الناد الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية ووفقا لما نشرت تقارير صحفية جنوب أفريقيا أن في النست كومباني المدير الفن لبرنلي معجم بأداب بيرسيتاو خلال الفترة الأخيرة مع الأهلي وأشرت الصحيفة لأن كومباني لعب منشيستر ست السابق ومدرب بيرنال حاليا يرغب بضم بيرسيتاو في حالة أن النادي قرر التعاقد معه خلال الفترة المقبلة وكان بيرسيتاو قد فتح الفرصة أمام العودة إلى روبا مرة أخرى في تصريحات سابقة له وخلال الفترة الأخيرة قدم أدان أكثر من راعع مع الأهلي عاجر رسميا النادي الإسماعيلي يعلون الانسحاب من الدوري بسبب الأهلي أكد توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام بالتحاد الكرة أن إلغاء هدف الإسماعيلي أمام الأهلي في المباراة التي وقيمت بينهما أمس الأربعة قرار صحيح من حكم المباراة وقال توفيق في تصريحات لبرنامج كلام في الكرة مع لعلامي أحمد جمال المذاع على قناة الحدث اليوم هناك عدد زاوية أثبتت صحة قرار حكم المباراة وتقنية الفيديو وإلغاء الهدف قراره صحيح وأضاف سيتم تحويل محمد شيحا للجنة الانضباط بالتحاد الكرة بسبب تصريحاته ضدي بأنني دمرت التحكيم المصري وسيتم اتخاذ قرارات رادع ضده وإلغاء حكم اللقاء هدفا للإسماعيلي سجل محمد حسن في الدقيقة السادس والخمسين بدع لمسة يد على اللعب وفاز الأهلي على الإسماعيلي بهدف دون رد أمس الأربعة في اللقاء الموجل بينهما من الجولة الثامن عشر ببطولة الدور الممتاز أول تعليق من مرتضى ومنصور على لقطة نادي الإسماعيلي وعدم احتساب هدفه كشف محمد شاحن أبو رئيس النادي الإسماعيلي عن اقتراب أحد لعبيد رويش من الانضمام لصفف الأهلي رغم المشاحنات والاتهمات التي شئوا لما لديه من أجل إسماعيلي ويستحق خوض تجربة جديدة وأكد نبهر المحمد يقوم بعمل كثيرة داخل الدرويش لافتا إلى أن اللعب تحمل ضغوطا كبيرة ويجب أن يرحل كما تطرق للحديث عن عبد الرحمن مجد نجم الإسماعيلي الآخر قال لنا اللعب تلقى عدة عروض من دخل السعودية والإمارات وتابع عبد الرحمن تلقى عرضين أيضا من البنك الأهلي وبنامتزا ولن نقف أمام مستقبل أي لعب وخسر الإسماعيلي أمام الأهلي بهدف دون رد مساء أمس الأربعة في مباراة مؤجلة من الجولة الثامن عشر لبطولة الدور المصري الممتاز أول تعليق من رمضان صبح بعد وقعة ضربه في الشارع بسبب الأهلي تردد في الساعة الأخيرة العديدة من الأنباء والتقارير الصحفية التي أشرت العودة لعب الفريق الأول لكرة القدم بالناد الأهلي من جديد إلى القلعة الحمراء لا سيما أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر يحتاج إلى خدمة هذا اللعب في الصيف الجاري وتردد في الساعة الأخيرة العديدة من الأنباء والتقارير الصحفية التي أشرت العودة لعب الفريق الأول لكرة القدم بالناد الأهلي من جديد إلى القلعة الحمراء لا سيما أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر يحتاج لخدمة هذا اللعب في الصيف الجاري وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلية جالست محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلية بجانب لاجنة التخطيط من أجل الحديث عن المهاجم المقبل الذي يسعى الفريق الأحمر لتعاقد معه خلال الفترة المقبلة حيث حرص محمود الخطيب على توجيه رسالة اطمئنان إلى المدير الفني بشأن الصفقة الجديدة التي سيبرمها الفريق الأحمر والمهاجم القوي الذي سيتم التعقد معه حيث يرغب كولر في إغلاق هذا الملف قبل انطلاق الموسم الجديد بجانبي منف الراحلين والمعارين ووضع الخطة التي سيسر عليها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وكشفت مصادر مسؤولة داخل ندل أهلك وليس عودت صلاح محسن لعب الفريق الأحمر المعار إلى سيراميكا كولي بطرة من جديد إلى تدريبات القلعة الحمراء بناء على تعليمات من قبل السويسري مارسيل كولر الذي طالب بضرورة عودة اللعب من جديد إلى قلعة الحمراء وأكدت المصادر المسؤولة داخل الناد الأهلي في تصريحات خاصة للأهل نيوز صلاح محسن سيعود من جديد إلى الناد القلعة الحمراء سيراميكا كولي بطرة رفض تفعيل بند شراء اللعب في المدة المقررة كرام الشحات يعلق على سبب ضرب زوج ابنته رمضان صبح في الشارع بعد هتاف جماهير الأهلي لابد من استغلال مجلس إدارة نادي الزمالك حالة التوتر التي ستحدث بين مجلس إدارة الناد الأهلي وجماهيره ويتمام التفاوض مع إمام عشور في ظل عدم رغبة جماهير الشيطان الحمر من تمثيل اللعب لناديها وانتشرت بعض الأخبار عن دخول نادي براميدز في المفاوضات مع إمام عشور وجس نبض اللعب من الانضمام لصفف الفريق لكن اللعب لم يغلق الباب وطلب ببعض الوقت لتفكير في عرض براميدز والآن عزيزي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات ما هو سبب ظلم نادي الإسماعيلي؟ لا تنسوا أن تشاركون بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية تمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي